السلام عليكم Wooho� السلام عليكم السلام علي سيدنا محمد وصحبه السلام عليكم تشهد الكلة الأرضية غدر الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران الشهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية وحضر المعهد القومي للبحث الفليكية المواطنين من النظر لكسوف الشمس المتقب غدان الثلاثاء والذي تشهده الكرة الأرضية ويرى في مصر وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب في تلف العين فيما قالت وزارة التربي والتعليم الفني إنه بشأن ما ورد من احتمالية حدوث كسوف جزئي للشمس الثلاثاء 28 أكتوبر وأن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض العين لمشكلة في الشبكية ننوه هنا بأنه ستكون الساعة الثانية عشرة ظهرا هي الموعد الرصمي لكسوف الشمس نحذر الأطفال ونقول لكل المعلمين والمعلمات وكل المؤسسات بأن يحذر الأطفال من هذه الظاهرة يجب توعية الطلاب بكافة المنشاة التعليمية التابعة للمديريات بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف وكشف المعهد القومي الفلكية للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة وثمانية وخمسون دقيقة وعشر ثواني تقريبا ككسوف شبه ظلي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة وحتى نهاية ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين وثمان ثواني أربع ساعات وأربع دقائق تقريبا ويمكن رؤيته ككسوف جزء من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقيا وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفار توفزك حيث يغطي قرص القمر حوالي ثمانية وثمانية في المية من قرص الشمس وفي القاهرة في مصر يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجنوبي في الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا وستكون ضروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وستة عشر دقيقة تقريبا وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وستة عشر دقيقة تقريبا يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن الظواهر بوضو حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس ويرجى من المواطنين عدم النظر إلى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة هذا هو كسوف الشمس الذي سيغطي القرى الأرضية غدا الساعة الثانية عشر في فلسطين وبلاد الشام ومصر الساعة واحدة وفي بلدان أخرى تتفاوت بخلال الدول التي يكون فيها الشمس في أحيانا يكون دول فيها في الليل ويكون فيها في النهار وبعض الدول يكون فيها الساعة الثالثة كما ذكرنا آنفا ومجددا هذا ما سيحصل في حال النظر إلى قدس الشمس خلال الكسوف حذر المعهد القومي للمحوط الملكية المواطنة من نظر الكسوف الشمس المتقب غدا الثلاثاء والذي ستشهد القرى الأرضية ويرى في مصر وأشار المعهد القومي البحوط الملكية إلى أن نظر الكسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعيش يمكن للعين يمكن أن يعرض العين للأشعة الشمس الضارة مما يسبب من تلف العين ودع المعهد القومي للبحوط الملكية والجيوفيزياغية الزائرينة والجمهور لرصد ضارة الكسوف الجزئي للشمس يوم غدا الثلاثاء بمرصد حلوان حيث يفتح أبوابه الجمهور بالمجال ويفر أجهزة رصد متخصصة ونظرات للكسوف ويمنع العهد مرصد حلوان ويفتح المعهد مرصد حلوان أبوابه الجمهور والمهتمين وهو ترصد هذه الظواهر الفلكية ويكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات صوتية خاصة وينظم المعهد محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد وتحديداً سوف يكون هناك فعالية رصد باستخدام تليسكوب الشمسي وندوى عامة بمقارن المعهد بحلوان وسيتم أيضاً تنظيم فعالية أخرى بمرصد القطامية الفلكي وفي المركز الإقليمي للمعهد بمدينة الخارجة بالوادي الجديد وفي المركز الإقليمي للزلازل بأسوان وجاري التنصيق لفعالية في الأقصر كما سينتقل حدث على الهواه سينقل هذا حدث على الهواه مباشرة من مركز الرصد عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات وعلى موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد وتشهد الكرة أرضية غدر ثلاثة 25 أكتوبر 2022 كسوف جزء للشمس يأتي تزامن مع نهاية ربيع الأول وعند اقتراب شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية وكشف المعهد القومي البحوط الملكية من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقا وسيتم تسجيل مرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنا لوفيسنك حيث يغطي كرس القمر حوالي 86% من كرس الشمس وفي القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي كرس القمر حوالي 37% من كرس الشمس هذا غدا سيكون إذن يا أيها الناس أيها الجمهور أيها المواطنون أيها الأطفال أيها المعلمون كل من يهمه الأمر نكون الأطفال تحذيرات ساكنة لعدم النظر إلى قرس الشمس موجهة إلى مختلف شراح المجتمع لا سيما الأطفال والطلبة لأن النظر إلى الشمس وكل وقت الكسوف قد يسبب في أضرار الشبكة العين لدى بعض الأشخاص جراء التعرض لأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء إلى هنا حذروا غدا الثلاثاء أنه سيكون لكسوف الشمس هذا كل شيء وإن شاء الله غدا سيكون لنا أيضا نظرة إلى كسوف الشمس عن قرب بإذن الله تعالى نحذر وحذر الكل من أن الأطفال والأشخاص والذين ينظرون إلى الشمس لا ينظرون إليها إلا ذا كانوا يلبسون نظارات شمسية إلى هنا أحبابي أصدقائي كل من يهم الأمر أستودعكم الله الذي لا تضيع ويداعه اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم العلامة عماد زيد وإلى لقاء